اشتركوا في القناة البوصلة المقبلة التي ستتجه نحو مناطق شرقي صلاح الدين والحويجة ومنها الجانب الايسر من القضاء والذي لا زال يدفع ثمن الانتكاسة الامنية في العاشر من حزيران عام 2014 كل يوم يمر وجانب مهم في محافظة صلاح الدين لا يزال يرزخ تحت وطأة تنظيم داعش ويدفع ثمنه جميع ابناء المناطق ضمن الحدود الادارية للمحافظة ويؤثر بشكل مباشر على الوضع العام ويبقى المواطن بين مطرقة داعش وسندان تأخر التحرير الذي لبث تحت وطأة عناصر ارهابية لمدة تزيد على نحو ثلاثة اعوام ناصر الهاجري قناة سامراء الفضائية